الحقيقة هي أنه حتى الآن تحاول روسيا استخدام الغذاء سلاحاً في هذا الصراع لقد دمروا منشآت زراعية ومنعوا ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية من الوصول لمن يحتاجها ونحن من حيث المبدأ نرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق لتأمين تصدير الحبوب الأوكرانية لكن ما نركز عليه الآن هو مسألة روسيا عن تنفيذ هذه الاتفاقية وتمكين الحبوب الأوكرانية من الوصول إلى الأسواق العالمية